فأنتو أد pessoas بعد بكرة أوه أنا أدموا بعد بكرى إن شاء الله وإنتو حمل اللقب وHiنا حمل اللقب ده فينظر ليه حتى إعلاميا إنو إحنا بلعب البطل يعني بتتعامله إزاي مع ده وبصين لبطولة كأس الرابطة دي إزاي ما فيك إحنا يعني إحنا بغضينها يعني ستيب باي ستيب كده إن احنا يعني الحقة اللي إحنا اتفقنا عليه طمام إن الرابطة إن شاء الله إليها ترجعنا تاني أو كأس مصري أو إحنا رجعنا تاني أو وصيف الدوري ولا رجعنا التانية فإحنا نشغالين على التالت دول فإحنا ناخدها خطوة خطوة وإن شاء الله إحنا نوين إن إحنا ما نتعاملش إن إحنا يعني أبطال ولا حاجة لإن إحنا لو دخلنا بالفكرة ده ممكن يعني الدينة تسرح مننا فإحنا داخلين إحنا لا محققناش حاجة قبل كده إحنا لسه نبدأ من الأول ونحقق حاجة جديدة ونبدأ من أول إن شاء الله يا ربنا مش هتلحق ماتش انبين تده لا لا أرجع إن شاء الله على اللي بعد اللي بعده اللي هو برضه في كسر ربطة الماتش اللي بعده الإسماعيدي الإسماعيدي إن شاء الله إسماعيدي بيتك الأول وإنت رحيه محبوب من جمهور الإسماعيدي يعني دايما قبل أي لقاء بيننا بلاي جمهور إسماعيدي بعيدتلي بيقول لنا خلي بالك من هاني خلي بالك من هاني عموري النهاردة بيسلم عليك بالمناسبة قال لي ده أخويا والتري عم أخويا أنا كمان فإيه ده فالإسماعيلي مش بسألك عما تشوكم معهم بسألك عن الإسماعيلي نفسه شايف إزاي وضعية الإسماعيلي في السنوات اللي فاتت وبما فيها السنة دي بص الوضع صعب طبعا مش هنجدب على بعض يعني الوضع صعب جدا والناس هناك ماشية بتكلم نفسها يعني لما بنزل أجازة أو بعد مع صحابي أو معظم أهلي يعني الناس كلها بتاعشها النادي هناك فالناس هناك الوضع يعني ربنا استرع عليهم إن شاء الله والنادي يرجع لمكانة الطبيعية حرام يعني النادي لما بتقالي الإسماعيلي بتشوف حاجة يعني بتسمع حاجة وبتتخيل حاجة دلوقتي تبص على الوضع الحقيقي بتلاقي حاجة تانية فطبعا يعني ربنا يكون فقون الجمهور وإن شاء الله تبقى أزمة تعدي ويرجع على التراك بتاع إن هو تالت أكبر نادي في مصر تاني لأنه هو فعلا كده يعني هو مش كلام مش إنشاء احنا ما نشكرش في نادي هو ماريش تاريخ نادي ليه تاريخ مش مجاملة يعني مش أحمد هو اللي هيضيف له بالكلام أو هو اللي هي دي حقيقة وإن شاء الله يبقى كل الناس المحبين للنادي يقوليهم دور في إن النادي يرجع تاني إن شاء الله بإذن الله ويرجعوا تاني بقى البطولات والتراك ده إن شاء الله اسمك تقال كتير الفترة اللي فاتت على المنتخب أفتكر التوقف اللي فات أو اللي قابله كانت قال كبعض الأخبار إن أحمد هاني ضمن المرشحين للانضمام لقايمة روي فيتوريا ما نضمتش للقايمة المبدئية في آخر المشوار لكن فكرة إن اسمك يبدأ يتقال كمنتخب هل خلاك أنت تتضايق إنك ما نضمتش للقايمة في الفترة الأخيرة؟ بصه ما تضايقش هو طبعا ده حلم وأنا عارف إنه كده يعني أنا لما كنت معك من سنتين أكتلك إنه كده كده جاي مظبوط أنا كان نفسي ييجي يعني أنا شغال وبعمل اللي عليا وكان نفسي ييجي لأ مش هكذب عليك تمام بس هو كده كده جاي بإذن الله طالما أنا ماشي كده وبعمل اللي عليا وشغال صح وشغال كويس ومركز في الملعب بس مش مركز إن أنا أقول إن أنا ما روحتش أو روحت أو كده عارف إنها تيجي في التوقيت اللي ربنا كد الاختيارات يعني أنا كان نفسي بقى موجود في القائمة المبدئية عشان دي اللي كانت هتبقى مخليها الفرصة يعني فيها فرصة أكبر إن أنا بقى موجود دلوقتي لو حصل أي طوارق يعني تمام بس هي كانت إن أنا ما بقاش موجود ما فيش مشكلة أنا زي ما قلت لك ما رايتني مش مكسور ما بسني حاجة تشتغل عليه إيه بقى اللي ممكن تحس إنه نقصك علشان تنضم للمنتخب بتقييم أحمد هاني حتى لو أحمد هاني شايف إنه عامل اللي عليه دلوقتي بس لما ما نضمش بص للجانب المضيق وقال لي بقى أنا هعمل حاجة بالزبط هتعمل إيه هشتغل نعم